موسيقى 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 لازم تقفرها من مشيتها من صوتها لازم تعرف شو بها لا شو اللف والدوران نزال تحتها وشوف شو بدها وإلا ما تسمي حالك خبير سيارات موسيقى ما الشغلي بدها معالميا موسيقى أنا مكنسيان هيدا شغلي موسيقى 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 شفشادي صار ناطرنا كمان وعنده أطباء كتير قدامه خلينا ننتقل عنده لحتى نشوف وين صار بتحضيراته ورشة ملاح موسيقى 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 بأول فقرة على الساعة 10 و40 وين عملنا خلطة بتعقد من السموف في ماء مش موجودة هلا على الطولة حطيناها بالبرات تبرد شوية صغيرة وراح نقدمها على الساعة 12 و30 أو بالفقرة الأخيرة المفصلة أكيد مع الشفشادي ورشة ملح شو رح نعمل هلا ما أنا هتسعد آية رح حاول أعمل شغلتين رح نعمل تارتار دو سمو بس على طريقتي أنا وطريقة كتير حلوة طيبة ومطعمة بكمان ذات السمسم بخل الرز وبكبية السياسوس وبالملفوف الخيار الحامض تبلش تبلش عملكم شوي عندي الخيار المقطع صغير صغير عندي كمان هوني من برش الحامض عندي كمان السوموف في ماء عندي من اللوز بقدونس أو كزبرة عندي كمان من البصل الأخضر وعندي من الملفوف المفروم ناعم ناعم وطيب كتير إذا كان الملفوف مقلي شوي صغيري وبعدين مقطع ناعم ناعم أو مسلوق شوي ومقطع ناعم ناعم لأنه تختلف الطعم بين القلي بين السلق وبين الملفوف الني يعني كله سوا كمان بيعطونا طعم كتير حلو أوكي يا شفشادي هلا ما نبلش رح بلش كمان نحط الخيار كلهم سوا مع بعضهم بطريقة كمان سريعة طلعوا كيف أنا السومو كمان اللوز كمان البقدونس رح نرجع نعيد حطينا البصل الأخضر وعندي كمان المفوف هون كلهم سوا ورح ضيفه عليون من السويا سوس شوي صغيرة كمان زيت السمسم ومن خل الرز هلا إذا ما عنا زيت السمسم وما عنا السويا وما عنا خل الرز فننا نستبدلهم بزيت الزيتون وعصير الحامض أو الخل الأبيض أكيد مش نفس الطعمة بس كمان بيعطونا نهاية حلوة وطعمة طيبة يلا يا شف شادي هون شوي صغيرة من الملح من روع على شوي صغيرة من الكذبرة والفلفل الأبيض ومن حرك سلاة ولا أطيب من هيك هل بشوف كمان شكله عاملوها بالبيت وفينا نستبدل الملفوف أكيد بأي نوع من الخاس أنا بحب اللولاروسا يعني هالخاس يعني شكله مثل الفريزي الأحمر بيعطينا كمان طعمي ولا اطيب نحكي طلعوا شو صار عندي هالخلطة الحلوي اللي راح لها اسكبة بها الصحن الجميل على مهلي طلعوا كيف وفينا اكيد نسكبة بشكل دائري بشكل كمان حسب كمان الشكل اللي عنا فينا نجيب اشكال مختلفة ونسكب بقلبها متل ما سكبت انا قبل بشوي صغيرة الخليط طبع السمو مع الجبن البيضة القابلة للدهن طلعوا شو جميلي بها الطريقة هيك ويلا يا شايف شادي حبوب من الكابر على وجه يعني كم حبت كابر هيك على وجه بها الطريقة وشوي صغيري بعد من البقدونس فيكن تعملوها سلاد فيكن تعملو هايدي الخلطة وتحطوها على كنابيات صغار او على شقف كمان من الباجات الصخنة المدهونة او بالتوم او بالزبدة ومحمصة يا سلام شو طيبي هايدي كمان تاني شغلي كمان عملناها لليوم تالت شغلي يا شايف شادي اول شي خلونا انتقل هيك بسرعة واذا بتلاحظوا نحنا مدقرنا كمان السمو بايدنا سو منعقم ايدنا ومنرجاع على وصفة تي لانه بس استعملو او بتكون تشتغلو بسمك السمو او بانوائة من الاسمك حطو دايما نكفوف بايدهيكون لانه ما عد بتتروح الريحة عن ايدنا بسرعة واكيد انضف يلا اه مقلي ولعنا تحتها راح عامر شغلي ممكن مش متعودين عليها هي نشوة جبنة ايه متعودين على شاف شادي بس ممكن مش متعودين انه نخرط انواع من الجبنة ونعملن متل كأنه كفتة كفتة يعني فنحط فيها بصل فنحط فيها بقدونس فنحط فيها اي نوع من الخضار المفرومي بقلبه او البهارات او المطيبات متل الاعشاب العطرية يعني الطازة او كمان اليبسة انظروا ما عندي انا هون عندي من الموتساريلا عندي من الامونتال وعندي من جبنة كمان الهافارتي وعندي من الجبن البيضة القابلة للدهن وعندي شوية صغيرة من الطحين اللي راح اعمله هو راح ضيفونا على بعضهم تطلعوا كيفا يعني انا بقوا عندي من كتار او من وصفات كثيرة بقوا راح اجمع معهم شوية صغيرة من الطحين وراح نحط عليهم اذا بتكون من بعد ما نجمع هالانواع من الجبن اللي عندي بس بشرط انو هالانواع يكون داخلهم على القليل الشي نوع يقدر يقدر يمسك للجبنة مع بعضها بس اعجنها لموتساريلا منيحة الهافارتي بتعقد منروه كمان على الجبن البيضة القابلة للدهن بتجنن وكمان كمية لطحين ما تكتروها كتير اوكي بطريقة انو ما تطغي على طعمة الجبنة راح نطعمها بشوية صغيرة من الكركم عندي من البابريكا لكفية شاف شادي ويلا على عجن طلعوا كيف عم نعجن نحن هالمزيج كله سوا كأنو عم نعمل فور تشيز فينا حط اكيد بري كامان بارت اي نوع من الجبن البيضة القابلة للدهن فيكون التعمور متل ما بتكون عملوا اللي بتكون يطلعوا هالخليط معلاشي فينا كمان ناجرنا بوحدة اكبر يا شاف شادي بس ما انا كعمل حساب نايش الحال يلا طلعوا شو عم بيصير هون واو هلا اللي راح يصير عندي هو التالي منجيب نحنا هو شي خلونا ننظف كمان قديمنا طريقة كمان سريعة ومنجيب عنا سيخ الخشب يلي منشوي فيهم مزبوط ناخد نحنا شوي صغيرة من الجبنة يلا يا شاف شادي اكتار هو مش شوي صغيرة ناخد نحنا الصيخ ومنروح يا سلام هاي دي جبني معي ولا مش معي واحد منروح كمان على واحد تاني بهالطريقة كمان طلعوا كأنه عم نعملون فينا شويون عادي يعني فينا كمان نحطهم بالفرنة او بالسلاموندر بس انا راح اعملها كمان بطريقة يلي منستعملها كمان دايما او طريقة متبعة دايما ببيوتنا انا منحط مقلة نحنا على النار فينا نحط فيها للمقلة نقطة من الزيت بس هون نحنا مش بحاجة ليش مش بحاجة لانو الاجبان اللي عم بستعملها كمان بقلبها في دهون يعني مش بحاجة انا اجي كمان حط بقلبها شي تاني حبيتوا الموضوع شلنا الكفوف والعودة عشاوية انا عندي المقلة ما في بقلبها شي ابدا المقلة فاضية نضيفة وولاها تحت على حرارة عالية بالاول وبعدين بس نحط الجبنة عليها ساعتها الحرارة منرجع من نزلة شوي احلى ما تحتر الجبنة والدوب من ميلي اكتر من ميلي بهالطريقة في عنا شغلتين فينا نعملون اه هلا انا بحب الشغلة الاولى انو نحنا بتكون الجبنة من بره دايبة اوكي ولونا بيصير هيك شوية صغيري احمر يعني متل كالنا جريلت ومن جوة بتكون بعضها شديدة هيدا اجمل شغلة انو من بره صخل من من جوة بيرضي بهالطريقة اما اذا ما ندوبك كلها سوا كمان ما في مشكلة اوكي بس انا برأيي بتصير كتير هيك بتلاقونا انو بتلعوس كتير بس تدوب كلها سوا فاعملوا متل ما انا عم بعمل او كمان دوبوه وجربوه كمان انتو بالبيت وبعدين خبروني شو رأيكم واحد اتنين ثلاثة طلعوا كيف هون رح فرجيكم انا واحدة قبل ما احط انا كمية حطها بها الطريقة هيك وعندي هون طبق من البنادورة فينا نقدمها مع البنادورة فينا نقدمها بقلب ساندويتش باجات وبقلبة نكون حطين بابا عرف الراس بي في ونكون حاطين هوت دوغ ونكون حاطين بدكون اياه ونجي نشوي الجبني ويلا كمان بقلبة نكون عاملين مسلا تقول برجر هالبرجر اللي عاملينه كمان بنحط لها تشيز بشيز ومنحطهم فوق البرجر وفينا كمان نشويهم انتبهوا مش ضروري نعملهم متل الكفتة ومتل الكباب فينا نشويهم عادة نعملهم متل البرجر ومتل شويهم طلعوا شو صار عندها لايكوا راح ابرمة ها شكلها ابرم هون عملكون شوية يا شاف شادي طلعوا اللون طبعا ادي حلو معي ولا مش معي عم تبين عنا وراح اجي حط التاني لانه بعد عندي دقيقة وراح اجي حط التالتة لانه عندي دقيقة وبجي بشويون وط النار يا شاف شادي لانه كمان قوية صارت وبلشنا نشوي يعني بهالطريقة كمان فكرة كتير حلوة للساندوشات عنا بالبيت طلعوا كمان يا شاف شادي هون طلعوا اللون الحلو تبعا الجبن يعقد كمان هون صار وقت عرب لهون كمان هون يصار وقت شفتوا الشكل تبعها كيف كمان هون هيك يلا ننبلش واحد هون ستوينها من جميع الميلات لاجهوا الجبنة ادي حلوة راح حاول كمان انا الشيلة بايدي طلعوا وفينا كمان اذا عنا ولادنا بالبات فينا ناكلها بهالطريقة من دون اي مشكل طلعوا الجبنة ده الحلوة هاك وهو دي كزا نوعا من الجبنة فينا نحط الصيخ هون هاك بهالطريقة كمان راح اجي تاني كمان نحطها هون طلعوا شكل كيف والتالتي نفس الموضوع بس كمان فينا انه لما منجي منحطها بقلب كمان للصحن فينا نعمل هيك واحد اتنين ونشيلها من قلب الصيخ يعني ولا اهيم من هاك نشوي اجبان بالبيت لقلنا لعيالنا لولادنا وللمعازين معنا غيدة ريحة بتعقد بدي اتأكد بعد لحتى دوق لليحة ما بتكفي ناطرك راح تدبع محطات عالم صباح بعد لحظات راح تكون معنا كاتيا واليوم راح تحكي عن موضوع كتير مهم ووصل العالم ببعضه واللي هو موضوع سكايب بوقتها بعد لحظات خليكن معنا